ومن صفات الأنبياء ربنا أعطاهم قلبا سليم ومن صفات الأولياء أيضا يعطيهم ربنا قلب سليم ومن صفات أهل الإيمان من أراد أن ينظر إلى نفسه هل هو من أهل الإيمان أم لا انظر إلى قلبك القلب هو الأساس القلب السليم لا يكون إلا عند المؤمن الصادق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب السليم إذا كان هكذا سليما فجميع أعضاء جسم الإنسان تكون سليمة لأن القلب هو موطن الإحساس والشعور ومحل مراقبة الله تعالى فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور ومن علامات القلب السليم أنه قلب تائب إلى الله دائم الرضا راض بما قسم الله قنوع يقنع لأقدر الله ويرضى بها القلب السليم تراه دائما هو في الدنيا لكنه معلق بالآخرة الجسم في الدنيا والقلب معلق بالآخرة القلب السليم لا يحمل في داخله البغض للآخرين ويتألم إذا ارتكب دنبا أو معصية القلب السليم صاحبه يختار الرفقة الصالحة الحسنة المحبة للخير وصاحب القلب السليم دوما يسعى لتقديم الخير للناس وقضاء حوائجهم والإحسان إلى الفقراء والمحتجين ويرد تبليغ دعوة الله إلى الآخرين أعظم نعمة في الوجود دعوة الله يبلغها للآخرين فيا أيها المؤمن من أراد أن يصل إلى الله الطريق إلى الله لا تحتاج مننا إلى وسائل ولا إلى غيات ولا إلى قواعد مختلفات أبدا مجرد قلب سليم عليك أن تأتي إلى ربك إذ جاء يعني أنت عليك أن تأتي هناك أناس وهناك شباب الآن في الجامعات أعرف الكثير منهم عندهم شكوك وعندهم أفكار متلاطمة هناك من يعبد عبد الشيطان هناك من يعبد إيديولوجية غربية خطيرة هناك من لا يعبد أي شيء هناك من يعتقد بالوجودية هناك من يعتقد بصراع في نهنه حول الأديان وحول الحضارات والثقافات هؤلاء لن يصلوا إلى هدف حتى ولو قرأوا كل الفلسفات في العالم لو جاءوا بأئمة الفلسفة والفكر وشرحوا لهم المبادئ والقواعد وتصور الوجود لن يصلوا إلى حل لماذا؟ لأن الطريق للوصول إلى حل أن تأتي الله بقلب سليم عليك أن تترق الباب وتخضع بين يدي مولاك وتجلس القرفصاء متواضعا وتقول يا رب اهدني يا رب بين للحقائق يا رب ارزقني نور الإيمان من عندك هنا لن تحتاج إلى أستاذ لن تحتاج إلى معلم لن تحتاج فقط إلا لقوة الإيمان التي تغز قلبك وعقلك وفكرك قصة شخص كان يعاني ظروفا اجتماعية قاسية وصعبة ولكن شاءت الأقدار الإلهية أن يفتح له الله تعالى أبواب الفرج فينتقل من الفقر إلى الغناء ومن الشدة إلى الرخاء عنوان قصتنا اليوم هي معاناة عبد الصبور معاناة عبد الصبور من هو عبد الصبور هذا هذا شخص حقيقي وقعي كنت أعرفه شاب في مقتبل العمر وكان دائما يستشعر بأن هذا الاسم اسم عبد الصبور لابد أن يكون فيه الصبر في نفسه ربنا عز وجل لا يسر له سبل الزواج وحينما كون الأسرة أول مشكلة وجهته هي مشكلة أزمة السكن إنه يبحث عن مأوى ليعيش فيه عبد الصبور كان يطرح سيناريوهات ما هي الطريقة المتلى للحصول على السكن في سنة أولى زواج عادة الناس إما أن يكون ميسورا فيقتني شقة وإما أنه يضطر للكراء والبعض الآخر قد يذهب عند بؤسسة بانكية للاقتراض وآخر قد يسكن مع العائلة عبد الصبور طرح كل هذه السيناريوهات ووجد بأن الأمر شاق عليه لا يستطيع أن يعيش مع العائلة لماذا؟ لأن عائلته أصلا متعددة الأفراد وفيها بنات وغالبا البنات الأخوات قد لا ينسجمنا مع العروس الجديدة فوجد بأن هذا الحل بالنسبة إليه غير مناسب فكر أنه يقترض من مؤسسة بنكية لكنه سمع بعض العلماء بأن الفائدة البنكية هي الربى المحرم وإن فعلها فإنه سوف يلاقي معاناة لقول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله عبدالصبور كان رجل يخاف الله تعالى فتراجع إلى الوراء بدأ يبحث ويبحث أختاما فكر أنه يكتري شقة وحصل على عمل متواضع وبدأ يؤدي الأقصات للكراء كل الشهر بانتظام ولكن من يدري تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يقول سيدنا اللولين الفلكي دور استويع بالدالة وقع عبدالصبور أنه في الشركة اللي كان خدم فيها بشكل مؤقت قامت بتسريح تسريح المستخدمين فوجد نفسه عاطلاً وقد أصبح متزوج وله ثلاث بنات وكان يكتري الشقة ديالي وكيدفع بانتظام الآن صاحب الشقة يقول له خاصك تعطيني الكراء ديالي في الوقت المناسب عبدالصبور وجد معاناة كبيرة لكي يلتزم ويوفي بهذا العهد فأصبح مهدداً بالإفراغ مشكلة للكثير من أصحاب الكراء أنه بعد فترة زمنية قد يهددوا بالإفراغ يبحثوا عن عن حل آخر عبدالصبور تلف كيقول سيدنا اللولين كيقول لك لتلف شد لرد عبدالصبور سمع أحد الأشخاص الطيبين كيقول لتلف يقصد المسجد يقصد بيت الله تعالى فعلاً عبدالصبور قصد بيت الله تعالى وأصبح يشكو على مولاه ما يجدوا إذ تر على أنه حكم الإفراغ قد نفد خرج مل الدار أعطى السوارة للموالهم وبدك يقلب على شي سكين القاء غرفة مع الجيران في وضعية رثة فيها الرطوبة ومظلمة ما فيها الشمس وضجيج الزوجة دياله كانت بنت عائلة لقيت مشقة كبيرة جداً في أن تجد راحتها في هذه الشقة مع بنتها الثلاثة خصوصاً وأن الحي كان فيها ظروف وكان فيها سلوكات منحرفة كان هناك إجرام كان هناك سكر وعربدة والبنت الثلاثة كيسجلوا وكيلتقطوا هذه الصورة الجديدة في هذا الحي اللي هو مهمش مع العلم أنه من قبل كانت الأسرة كتعيش في وضعية شبهة متوسطة عبد السابور مراته ما صبراتش عليه قلت لي يلقى لي حل ولا طلقني أنا من قلت نعيش في هذا الوضعية وبنتي غاد يضيعه كانت يخرج كل صباح مع الفجر يصلي الفجر ويخرج يقلب على عمل إجراء وبحث وتعب ولا لقى شي عمل مناسب كيلقى شركات كيلقى إدارات مؤسسات كيقول لي إن شاء الله خلي السيفي حتى نديو عليك وبقى بعد مدة طويلة كيقلب إلا شي عمل بسيط جداً كيقوم به دراهم معدودات ثم من اللي يتلف يقصد المسجد فأصبح يعمر وقته بالمسجد في أي وقت من اللي يتلف كيلقرس في بيت الله تعالى كيتك على السيرية كي يذكر الله سبحانه وتعالى وكيتس ندبج الفرج صادف ذلك اليوم واحد الواعد واحد المرشد في المسجد كان يتحدث وقال واحد الكلمة مؤثرة فالتقطها عبدالصبور وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب عبدالصبور عنده ضيق وعنده فقر والآية تطرح الإشكال وتعطي الحل الفعال المناسب ومن يتق الله يجعل له مخرجاً يعني مخرجاً يعني مخرجاً معنى المفهوم الآية عندك ضيق في الحياة ديالك عندك شدة عندك إغلاق عندك تعسير المخرج كيم ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب عندك فقر عندك حاجة ربنا عز وجل اسمه الرزاق ويرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق حتى ضد الأسباب يرزق من يشاء بغير حساب عبدالصبور اسمع الآية فرح بها وقال لعلها تكون مفتاح الفرج والله سوف أقوم بتحدي وأسعى لكي أمتتل مفاهيم هذه الآية والدللة هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ضل عبدالصبور هكذا يتحرى الحلال كانت مرة مرة كتجيه إغراءات على الحرام ممكن يخدم في قطع معين مشبوه قطع في مخالفة قانونية قطع في أذى قطع في محرمات ممكن ويكسب المال لكن قال سأتحرى الحلال وسأصبر على القليل وسأسلم أمري إلى ربي وأتوسل إليه بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن لكي رجع البيت دياله الزوجة والبنات يلقون في الغرفة المظلمة فيها الرطوبة كل ليلة كتدز عنده في عذاب أليم غير كتغرب الشمس وكيبدي يسمع ذاك الحومة اللي سكن فيها صراعات وخصامات وشجارات والشباب عنده سكر وعنده عربدة والنساء يطلقنا كلام فاحش هو البنات دياله كي وضعوا أصابعهم في آدنهم وكتمر ذك الليالي صعبة بحث عن عن سكن ما فيش حتى لقمة العيش مع في صراع كتقول له مراته داب لقالي يحل قول طلقني هو ما يمكن تشكر اللقاء لأنها أم بناته وعنده مسؤولية فكان دائما كيركز على هاد الوصيتين اللي اسمعهم الوصية اللولة اللي تلف يقصد المسجد مش يشهد الأرض يقصد المسجد بيته الله واللي بغى الفرج يتبعد الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب عبد السابور ظل دائما الوقت الفارغ اللي عنده يبقى يقلب على عمل من الكعية كيدخل الجامعة وكي يجلس مرة أيام وأسابيع وشهور والوضعية دائما هي الأزمة متأصلة والمعاناة شديدة والمرأة دائما تولول إما طلقني وإما القل يحل وعبد السابور لا يشكي همه لأحد إلا لمولاه يقصد بيت الله وضوء وركوع وسجود وابتهال وينتظر الفرج من الله في يوم من الأيام وحد الرجل من الجالية المغربية المقيمة بالخارج رجل دومال من أهل اليسار كان صاحب الإمام دي الجامع كي يجي لعندو كيت هلا فيه ويلقى الإمام غير قال لي ماذا أصابك سفلان قال لي راني كنت في فرنسا وراني رجعت للأرض المغرب هو كان بنوحة دويرة بنوحة دار فخمة مش دويرة دار معقولة مكونة من ثلاث طوابق وكيمشي كي يجي غير في العطلة الصيفية وكي يخلي الدار هكذا فقال لي هاد المرة من اللي جيت رأى لقيت اللصوص اقتحموا البيت وسرقوا منه لأتات وسرقوا منه بعض الأشياء وخربوا وراني دابا الآن ديكلا ريت في الأمن درت الشكاية ولكن ما لقيت الشحل هاد الساعة فأصبح لزاما علي خسنينقى حارس حارس لبيتي بيت فخم فكي قلب الشحي حارس ويقول بلتي وحد الرجل رأى كي يجلس دائما هنا رأى بل ربما بغير عمل بل رجل لطيف ورجل متقي رأى عرض عليه ممكن بيخدم معك خدمة حارس فقصد عبدالصبور القاقس من فوق السارية تحت السارية كينتظر قال لها اش كدر في العمل اللي ما زال ربك نقلب راكنت خدام في واحد الشركة ومستخدم ثم سرح العمال وانا الان بدون عمل وبدون مأوى قال لشوف راكين واحد سيد من الناس اللي هما من اصحاب اليسار مشكلته يبحث عن حارس امين بغى حارس امين يحرص له الدار دياله فاعجب بالفكرة مشال لعن السيد هو يعطيه في السكان دياله واحد السفلي قال لي هده هده المقامة ديالك غا تبقى حاد الدار في الغيبة ديالي انا كنسافر بالزات مع الوليدات مقيم في فرنسا وقد رجع الارض الوطن وقلقها ديال المشكلة الوقالية فبعاشية وضحاها مشكل السكن هاو ربي عز وجل يسره سبحانه وتعالى وفوقه اعطاه الله تعالى واحد الاجرى محترم يعيش بها هولدته لم يصدق عبدالصبور وقال والله صدق الله الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جاب المرض يلو وجاب البنيات وقال ينفرجها ربي مشاولك الحي راقي جدا حي بقي جديد بقي نظيف وقارب من المسجد فاستفاد عبدالصبور هذك الدويرة لفسفلي على اسأل انه اصبح هو الحارس وجاب معه وليدته وربي عز وجل اكتب لي واحد رزيق يقعيش به ومرتي الايام هذك الراجل كي اكتشف بعبدالصبور صفة حسنة التواضع الرأس الصغير الخدمة انه اميم في الاسرار وحتى في الامتع والموارد ديال البيت الزوجة دياله ولت مرة مرة كتسعد عند زوجة مولددار كتسعدها وبقتل امور هكذا طيبة ايام معدودات واحد النهار مليك يبغي ربيه فتح الكباب من الابواب ديال اليسار اشوقع مولددار صابت حالة نفسية مرعبة بالليل كتغوت كتصيح كترفع صوتها صابت حالة هستيريا واش هذا مرض نفسي ولا هذا مس شيطاني ولا هذا هستيريا خادها زوجها الى المستشفى المستعجلات شافوها الاطباء دقولها واحد لبراء تهدمتش شوية ولكن قت حالتها كترعد اليوم الموالي نفس الحالة وقعت لها فصاحب البيت كيقول عبدالصابور عفكسي نقلب على الفقائد للجامع وقلت شي فيها رمشي مرض عضوي لعله مرض شيطاني مش عبدالصابور كيقلب على الفقائه لقال الفقائه ما كانش فينا هو مشاشي زردة فاضطر عبدالصابور قال ومش ممكن نقرأ لقرأ 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 عبدالصابور ليس عاليم ولا فقه ولكن لكل فترة اللي قضاها في المسجد كان يحفظ ما يتيسر من كلام الله دار يدو على المرأة قرأ لها ما تيسر من كلام الله تعالى ويتهدم المرأة سبحان الله العظيم ده يخشل فيها كأنه مجرد خيال أوهام زال فإذا بعبدالصابور غيرتحول إلى بطل الراجل مولدار يقول تبارك الله هذا البركة عندك هو ما هذا الوالو هو هذا الغنية الغنية وضع يده اليمنى على جباتها وقرأ ما يحفظه من كلام الله تعالى وذلك ما فيها هو يزول فمولدار كبر في النظر دياله عبدالصابور قال لي انت المقام ديالك مشي تبقى تجلس في دويرة الصغيرة في السفلي انت اطلع برميريتاج ستجلس معنا وانت اولادك والمرقة اللي ايه بوت يعمر عليها الدر كبيرة كنشوف خيالات وكنشوف انزعاج بوت يبقى معايا فاذا بعد الصابور بين عشي وضحها صباح يسكن في برميريتاج در كبيرة 140 متر مشمشة حي راقي ومول الدرقة اللي ها كون معنا وشرب معنا وليتي واحد من الافراد العائلة بغا لانه محتاج ليه لمرقة كل مرة هتمرض ليه يقلب على الطبيب يقلب على الفقه ها هو عنده في الدار فاذا برب العباد يكرم عبد الصبور هو يعرف بان فعلا قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولت العائلة كلها مجموعة ولو كل معيشين حيات طيبة كيخرجوا جميع سنة العطلة الصيفية مول الدار اللي هو من الجالية المقيمة بالخارج خاصوا رجع الفرنسا رجع الى فرنسا وبقى عبد الصبور هو الامين دي الدار يلي الدار كلها ركنتها والمسؤولة لها من الفوق تالتحت ولا هو المتصرف في دي الدار وصبح وكي تخلص ودست تقريب من شهور وشهور عبد الصبور مقبل هو القاضية كتبا حراسة امنية ولكن را ربي رزقه را هو بحالة هو اللي بني دك تروازي طاج سكن فيها كاملة وكتوسط المانضة دياله من صاحب الملك كل شهر عيش معزز مكرم والزوجة فرحانة والبنية فرحانين والحي طاهر وبقي جديد ونقي وقريب من المسجد سبحانك يا جليل الى بها ربي عز وجل يكرمك يسخر رجعت لها الحالة بدات كتجي هذك الهيستيريا زوجها يحملها الى المستعجلات هناك في فرنسا كذل لها الفحوصة الطبية ولكن الحالة كتجيها زوجها حملها الى المركز الاسلامي هناك في فرنسا تقشعوا لموشي فوقها دلوا لها واحدة رقية صغيرة باقي الحالة هي هي يدقوا لي والو جيب لي عبد الصابور راهو والليك يعرف لي فكان لزاما على صاحب الاسرة الكبيرة هذي انه غيقول عبد الصابور رجاء واش ممكن جاي عندي خلي كل شي وجينا عندي الفرنسا مرتيرة جات الحالة بين عشي وضحها كل قابل الصابور عنده الباسبور عنده الفيزا عنده البي دي اللافيون كل قراص بأنه مسافر الى فرنسا وهناك غير وصل والقال مرة كيف لعادة أو تاني هو مقاريش هو على قد الحال رجل عامي ولكن فيه نية وفيه التقوى ومرضي الولدين وما يحب الحرم وبعيد كل البهد عن الشبوهات وهذا هو مركز القوة فوضع عياده اليمنى على المريضة قرأ ما تيسر من كلام الله تعالى والمرة الحمد لله اللي فيها زال قلت لي رغيرش فتك طلعتي جيت للدرعة دنة دكش منك يخفاف قرأتي وبيزول فإذا بي عبدالصابور غد تزداد الحضوة ديالو قال لي مو الملك صاحب الزوجة الرجول قال لي بقى معنا ما ترجعش خليك معنا بعض الأيام تترجى الحالة هذك الأيام بقى في فرنسا ولا كيمشي يخرج كيتسارا كيشوف فرنسا كيشوف باريز مدينة الجن والملائكة عبدالصابور اللي كان ساكن في بيت دير الكرة عبدالصابور اللي كان في بيت فيه وكان ملاقش بيش يأكل أهو الآن كيتسارا في باريز وكيتسارا في عز وكيتسارا في كرامة هذك سيد مول الملك عنده واحد سوبر مغشي كبير ولكن يمشي عنده مرة مرة هو يتعلم منه تقنيات البيع والشراء من اللي بغير يرجع ويقول لها داس تقريبا شي ثلاث أسابيع هو في فرنسا وهذا شي واقعي كنحكي لكم القصة كما رواها لي عبدالصابور وعيشته معه فصول منها ما الذي وقع هو عبدالصابور غدي يقول لها الرجل اللي مخدمو قال لي شوف هذك العمارة اللي عندي تحت منه واحد جوجري دوات واش ممكن نفتحوهم وهذا السوبر مارشي كيفشت الخدمة ديالين دير تمامايا واحد ميني مارشي واحد المارشي الصغير هذك جوجري دوات قال لي ممكن فعلا رجعوا بجوج من فرنسا إلى المغرب وهذك العمارة السفلي صوبوا واحد المحل للمواد الغدائية وأصبح عبدالصابور قال لي انتلي هتكلف أنا ده برافق رجع للسوبر مارشي ديالي في فرنسا وانا غلي نمو لك وغنصف لك البضائع وغنصف لك كذا كذا وانترك عرفتك فاش تكنيات ديال العمل عبدالصابور شاطر ورجل مبارك وأجمل ما في التاجير هي الابتسامة فكان يبتسيم تفتح لك الميني مارشي ولك يبيع فيه وشري وراجد الحركة بعد مروري ثلاث سنوات كان عبدالصابور جمع مالا وفيرا وحتى هو قدر أنه يقتني أرضا جديدة وغادي يبني عليها وحد البنية متواضعة وهو يقول لهم الملك والله لا خرجتي من هذا الدار ومن المحل خليك معنا احنا كانت يغير شهر في العام بدأت تبقى معنا دائما وانت فألو خيرين علينا أجل العبدالصابور بدأت تقدر ليعود بناها وشراها كراها والله عنده مدخول إضافي فتحول عبدالصابور من الفقراء إلى أصحاب اليسار الآن عبدالصابور تبارك الله ما شاء الله رجل من أهل الفضلي ومن أهل المالي يلا كنا معا في واحد المجلس مع بعض الناس وحكا لنا القصة دياله وحنا كنا نعرفوه هذه واحد سبع سنوات إنسان كان كيتلب المساعدة ولكن كيستحي كيستحي شي واحدة طين مساعدة كالقوا في الجامع جالسة الثوم السارية وكيتسنى أشغي دير وخارج وشاري جوج كوميرات وثلاثة البيضات وقبطة النعنع كيدخل البنية مراته باش يتعشوا فإذا به الآن ما شاء الله تبارك الله المال بصية رفخ ما والخير عما عليه من اللي سولوا بعد الإخوان قل ليعبد الصبور من أين لك هذا قال من قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه قصة قصيرة ربما قد نستفيد منها جميعا هي ليست من نسيج الخيال هي واقعية ولعل الكثير من المستمعين والمستمعات عندهم مشاكل للأزمة السكن وعندهم مشاكل للأزمة البحث عن العمل وعندهم مشاكل للأزمة نفسية يقول ما لأنا وقع ليها كنب من دون الناس كنبغين قل لهم جميعا إياكم أن تحزنوا وإياكم أن تيأسوا نحن الحمد لله لنا رب اسمه الكريم ولنا رب اسمه مالك الملك وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء ما يهمك أشوق في المجتمع ما يهمك يقولك هنا أزمة اقتصادية أزمة سكن را كل ما في اللوبيات لوبيات كبار في البلاد راهم كي خلقوا الفقر وكي خلقوا الأزمة لا يغرق هذا الكلام لأن كل البشر اللي كتشوفهم أمامك هم مجرد كاركيز ودمع تتحرك والذي يحرك الوجود هو رب الوجود جل جلاله القادر على كل شيء من أراد القوة ومن أراد المدد ما عليه إلا أن يتصل بمالك الملك برب الأرباب بسيد الوجود ترجمة نانسي قنقر